السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هسأل سؤال يعني انا عودتكم في الاسابيع اللي فاتت اللي ما بقاش فيه مقدمة للحوار لان انا بنتكلم عن نفس الموضوع لكن هسأل سؤال هل هنظل نستجدي تعاطف العالم هل هنظل نتكلم مع العالم عن ان هناك كارثة انسانية تحدث هل زي ما سمعنا من الاطباء من المستشفيات المختلفة من فلسطين انهم يواجه مسبحة وكارثة وتهديدات لا تمت بأي صلة لما يحدث في العالم هنحاول نشوف كيف نتعامل مع العالم ونعرف اكتر كيف تتعامل مصر عشان خطر الدنيا تبقى واضحة وصريحة خلوني ارحب بضيفي الكريمين سعادة السفير عاطف سيد الاهل سفير مصر السابق في اسرائيل وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية اهلا وسهلا بحضرتك وبرحب بدكتور خالد عكاشا مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية اهلا وسهلا بحضرتك اهلا بك دكتور خالد يعني هنفضل نستجدي الامريكان هما يبقى لهم موقف احسن شوية هما والغرب اهلا بحضرتك سياراتيه حوله يعني جملة وحزمة الجهود الكبيرة جدا اللي بزلتها مصر وبعض من الدول العربية المعنية بالأزمة الكبيرة للمنطقة موجودة فيها هنجد أنها بدأت تؤتي ثمر يمكن الحديث النهاردة يعني الأحد ربما نكون على بدء الانحراف قليلا عن هذا التأييد الكاسح والمطقة التحيز يا زميان التحيز الكاسح التحيز والإطلاق يد إسرائيل وإطلاق مجموعة من التصريحات كانت الحقيقة صادمة للرأي العام المصري والعربي وكل المؤمنين بالحقوق الإنسان والأخلاقيات وكل من هو له ذرة من ضمير ما كانش راضي على الإطلاق إيه اللي خلي حدك تقول إن عرض الأحد فيه انحراف أولا يومين حراف إيجابي آه طبعا انحراف إيجابي انحراف أو يعني عودة كده من هذا الموقف المتصلي وكتغير في البصلة إلى نوع من أنواع تفهم الجهد اللي تم بازله خلال الفترة الفترة وأنا بقول الجهد يعني أنا هنا أعصد مؤتمر قمة القاهرة للسلام اللقاءات السنائية اللي عقدها الرئيس عبد الفتاح السيسي مع قادة العالم المختلفين كم من الاتصالات الأجهزة والمؤسسات المصرية وحجم الجهد المذهل إحنا اللي بنسمع عنه هو المصرح بأنه هو بالظبط لكن أكيد فيه في الخفاء في الخفاء كم من الجهود غير عادية اللي بتشتغل في كل الاتجاهات بتشتغل مع كل الأطراف بتنقل وجهات النظر المصرية والهواجس المصرية والمحددات المصرية والخطوط الحمراء المصرية كل ده بتشتغل عليه الأجهزة والمؤسسات بشكل يعني ناجح للغاية وأظن إن إحنا النهاردة وقفين في محطة نجاح المدعي العام للجنائية الدولية بيصل مصر النهاردة كان ليه مؤتمر صحفي من شوية فقط كان ليه مؤتمر صحفي ورح زار معبر رفح وتحدث لأول مرة حول جرائم حرب ارتكبت داخل الإسرائيل ربما لم يعني يفرق كثيرا ما بين إن فيه جرائم حرب ارتكبتها إسرائيل ويجب توثيقها ويجب محاسبتها ومحاسبة مرتكبيها لكن كما هو مفهوم وعشان سيدة المشاهدين ما ينزعجوش لازم شخصية من هذا النوع وبحكم المنصب يوزن الكلام يحط شوية هنا وشوية هنا بالضبط إنه هو برضو تحدث عن أن هناك من الفصائل الفلسطينية من ارتكب جرائم يجب التحقيق فيها إذا كانت هي طرقة إلى اعتداء على مدنيين أو شيء من هذا القبيل دعا اسمع لي قبل من نتطرق لبقى ده ساعة سفير حضرتك كنت في وسطهم في وسط إسرائيل وتعاملت معهم بشكل مكسف لسنوات فبطبيعة الحال العقلية الإسرائيلية وممكن دي أول مرة هكون بطرح هذا السؤال في خلال التلت أسابيع دول العقلية الإسرائيلية كيف تتعامل مع هذا الأمر كيف يرى الإسرائيليون ما يفعلونه إنه شيء ليه سبب أو إنه في حاجة تخليه إنه مبرر الإسرائيليين بشكل عام خارجين من مشكلة كبيرة وهي مشكلة الانقسام الداخلي حوالين التعدلات الخضائية الحكومة الإسرائيلية اللي موجودة حاليا هي حكومة متطرفة يمينية عاملة مشاكل فتحة أبواب على إسرائيل لا تغلق لدرجة إن الرئيس بايدن نفسه كمان حتى ما كانش عايز يقابل بناميدي تانيانو والموابلة كانت صدفة في سبتمبر اللي فات في الجماعية العامة للأمم المتحدة الشخصية اللي موجودة في إسرائيل في تشكيل التواقف يعني إسرائيل مش مجرد طائفة واحدة مجموعة من التواقف ومجموعة من الأعراق الدينية المختلفة يعني هنلاقي الحسديين والقرائين والنتوري كارتا يعني أشكال مختلفة واللتوانيين مزاهب مزاهب كتير جدا وكل مزهب ليه طريقته وليه حياته إنما هم تشكيلتهم الإجمالية اسمها الحريدين يعني المتشدد والحريدين دم هم المناصرين لنيتانياهو نتانياهو جاي على أكتافهم وهم بقى يعني حزب اللي كود اللي جاي بنيتانياهو هو أساسا حزب يميني من أيام بن جوريون من أيام ما خاء ما جاب ساعة منحن بيجن سوري سنة سبعة وسبعين مسك الحب تاعة سبعين كانت شكل حكس اللي كود نفسها اللي كود يميني متطرف مش الأوتس ما يهوديت ولا الصحيونات الدينية ولا حزب شاس ولا الكلام ده كله متطرف سياسيا متطرف سياسيا ودينيا 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 يعني هم هم مجموعة كلها شاملة تطرف غير طبيعي في الحكم دلوقتي وبيديروا الدولة عمل انقصام داخلية دايما مش هم بيقولوا إحنا ديمقراطية ومش ديمقراطية إذن الشعب هو من أتى بهذه الحكومة المتطرفية لا هي الإتيام بالحكومة دي بيبقى فيه تركيبات موجودة فيه حخامات بيديروا الشباب اللي موجودين حخام يجيب الشباب انت تأيد ده وهو بيسمع كلامه ما فيش حد بيخرج برا الإطار ده فعشان كده شاس تيجي يهودية التوراة تيجي حزب يمينة ييجي القوة الصهيونية حزب عثمى يهوديت الحاجات دي كل ده بييجي بناء على تعليمات من الحخامات نفسها مش مجرد حاجة كده حد بيختار الاختيار عشوائي ده شبه اللي يام السودة بتاعت اه لا لا بالزبط كده بالوقت ده اللي شغال وهو محبوب بيسموه محبوب الحريديم الحريديم اللي هم المتشددين وهو ليه طريقة يعني نتنياهو أصلا ليه تركيبة تركيبة شخصية لازم تتقري كويس نتنياهو بيعتبر نفسه هو عاشق للسلطة أولا بيعتبر نفسه أول رئيس وزراء مولود في إسرائيل مولود سنة تسعة واربعين اللي قابلي كلهم مولودين بره إسرائيل تاني حاجة جي كأصغر رئيس وزراء جي سنة ستة وتسعين وأطول مدة رئيس وأطول مدة أكتر من ديفيد بن جوريون ستة مرات وفي نفس الوقت هو جي بانتخابات سنة ستة وتسعين واحد أصد واحد لما نزل قدام شيمان بريز وده ما بيحصلش في إسرائيل ده انتخابات حزبية فلا أول مرة واحد ييجي واحد أصد واحد وده ما تمتش في إسرائيل لتلات مرات في التاريخ فهو هزا التركيبة جاية عايز يعيش أطول فترة ممكنة فعشان كده بيدمر طب ده هو وده حزبه الناس بقى الناس دلوقتي 80% محملينه المسئولية في إسرائيل وأنا أعتقد هتبقى نهايته صعبة جدا هيطلع بكارثة من هذا الموضوع زي كده لجنة إجرانات اللي بعد تلاته 70 هيتحاكم هو عنده أصلا ثلاث قضايا بيصمهم قضايا ألف وألفين وثلاث تلاف بيسمينهم كده هم هناك هتضاف عليهم بقى قضايا الإخلال بالأمن في الدولة وضعت هايبة إسرائيل كنت بأتكلم في مقدمة البرنامج بمناسبة كلام ساعة السفير كنت بأتكلم على أن هم فجأة ابتدوا يرموا المسئولية على بعض طلع نتنياو كتب على تويتر قال لك أنا مليش دعوة أنا محدش قال لي والتانيين قالوا له وعيب عليك تلم فتلم فعلا وسحب الكلام بتاعهم وقدم على الزغار وقدم على الزغار الانقسام ده ده انقسام حقيقي ولا لا ده مجرد انقسام ولكن هم عندهم هدف محدد إن هم يقوموا بإخلاق غزة تماما ثم تضفة بعد كده لا الانقسام حقيقي والقاء التهم والقاء المسئولية كل منهم على الآخر ده حقيقي ومن أول يوم وفترة الصمت اللي حاولوا يمرسوها في الأول علشان يصدروا صورة من صورة إن الحكومة متحدة وإن الحكومة على قلب رجل واحد وإنها ما فيهاش أجنحة وما فيهاش أمور من هذا القبيل حقيقة انكشفت بسرعة شديدة جدا عندما أجبر على إدخال الوزراء الجدد علشان يخشوا ويبقى هي دي اسمها حكومة الحرب حتى يعطي صورة إنه ليس هو وحده أو اقتلافه ما يشيلش بسرعة الوحدة بالضبط وأجبر على ذلك بضغط أمريكي كما أظن إن الولايات المتحدة الأمريكية أجبرته إنه هو يضم هذه المجموعة علشان يعدله حالة التطرف الكبيرة جدا اللي معي السفير أشار ليها اللي هي الطيار الغالب والكاسح ولي كان بيشد كل التصرفات الحكومية سابقا حتى قبل هذه الأزمة واللي أشار ليها جوتيريش بالمناسبة واللي قال لهم اللي حصل في غزة مش من فراغ هو كان يشير إلى إن سنتين مضو كانت حالة الانتهاك والتغول كانت زيدة عن الحد بصورة لا تطاق بس كانت شغالة في الضفة أكتر بينها بغزة لو كانوش قادرين إنهم يهوبوا نحيب غزة بالضبط كانت أكتر في الضفة وفي القدس فعلا وده كان سبب رئيسي من أسباب يعني هذه العملية أو هذا رد الفعل اللي حذرت منه مصر بالمناسبة وهنا أذكر المشاهدين باجتماعين اجتماع شرم الشيخ واجتماع العقبة تكاد تكون مصر وضعت السيناريو للأحداث مستقبلا يعني استشراف سانيا ده بسنا كلام خطير آه طبعا يعني إيه مصر حطت السيناريو مصر في اجتماعات دي كان اجتماعات بتوصف كل وسائل الإعلام إنها اجتماعات أمنية يعني كان واضح جدا إن فيه تقارير أمنية من مصر ومن الأردن والولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل بيضغطوا على الجانب الإسرائيلي بمجموعة من التقديرات الموقف بإن سلوك هذه الحكومة ضد الشعب الفلسطين في الضفة وفي القدس والتغول على حقوق المسلمين والمسيحيين في مدينة القدس واستمرار حصار غزة والتضييق عليه ده من الممكن يفجر الأوضاع إنه يدي مبرر للفصائل يعني هي تقديقات موقف وليست المعلومات اللي هي اللي اتدعوا في فترة من الفترة لا لا ده دي طبعا كذب إن أي حد حذرهم دي كانت يعني نوع من أنواع المكيدة ضد ناتينيان يعني كان الإشاعة طلعة من أجل ضرب مصدقية ناتينيان المسار السياسي بالكامل فيش أي أفق لحلول سياسية تضييق على السلطة الفلسطينية بشكل كبير جدا في رمالة للحركة ولخدمة المواطنين الفلسطينيين وشوفنا عديد من الفصول في بلدة حوارة وقبلها في نابلس وجنين وكل هذه المحطات السيئة جدا اللي كان الجيش الإسرائيلي والمستوطنين الإسرائيليين وكان بيقودهم الوزيرين المتطرفين سيموتريتش وبينغافير هنا كانت مصر مستشعرة الخطر والأردن كانت مستشعرة الخطر بشكل كبير وكانت يعني الإشارات بأن الأوضاع لن تستقيم بهذه الصورة ويجب العودة إلى مسارات سياسية وأن احنا نحط الحلول المتوقع اللي من الممكن أن الجانب الفلسطيني يتجاوب معها ويبقى أمان كمان للجانب الإسرائيلي ويبقى فيه درجة من درجات الاستقرار والهدوء في المنطقة أن الهدوء والاستقرار مش هيحدث لما نصل إلى مرحلة نايل الحقوق اللي بتحاول إسرائيل طول الوقت تلتف عليه الهدوء والاستقرار اللي بيكلم عنه دكتور خالد هل هو في مصلحة القضية الفلسطينية أم أنه في مصلحة القضية الفلسطينية أنه حدث حراك كبير لها يوم 7 أكتوبر ومستمر حتى الآن القضية تحركت طبعا على حساب عشرات الآلاف من الشهداء والضحايا وفي نفس الوقت يعني أيهما يعني ميزانه أتقل حراك القضية أم الضحايا الهدوء والاستقرار ده كان مطبق مع حماس في غزة السياسة الإسرائيلية حكومة ومعارضة كان بتطبق سياسة معينة مع حماس حماس تستمر هي الحاكم في غزة وهي المسؤول عنه من 2009 حتى 7 أكتوبر حماس حتى هذه اللحظة يوم ما لسه ما زل يعني لا بعد كده أخده قارة تاني غير المعادلة حماس يبقى لا تحل محلها السلطة الفلسطينية في أي وقت يجب خلق انشقاق ما بين الاتنين حماس وسلطة الفلسطينية التعامل مع حماس يبقى من خارج غزة وليس من داخلها نعرضهم تجربة البقاء في غزة لمدة سنين طويلة جدا وخروج شارون وهروب شارون 2005 في انفصال أحد الجانب اضطر أن يخرج وعمل أزمة سياسية في إسرائيل بسبب الخروج فحتة الهدوء والاستقرار مع حماس انتهت دلوقتي خرجنا ليه موقف تاني أو موقع تاني هل البديل هنحط السلطة؟ هل العالم هيبدأ ينظر للقضية بشكل مختلف؟ هل في دول الوقت المتحدة الأمريكية الفترة الجاية؟ لأن العالم كله دلوقتي بقى واخد اتجاه شبه سلبي في مظاهرات في مواقف في تغيير حتى إقارة جماعة العامة الأخير اللي طلع أنا شايف تغيير أصلاً حتى في موقف الاتحاد الأوروبي لأول مرة الاتحاد الأوروبي فرنسا فرنسا أيدت وخمس دول أيدت يعني أربع دول اللي هي اللي رفضت والباقي بقى ممتنع عن التصويت ده تطور والعراء داس على الزرار غلط والعراء داس غلط وعايز يعدل طلب تعديله مرة تانية يعني الموقف الوحيد اللي هو كان تونس وتونس كان لها طلبات معينة قالت إن القرار لا يرقى إلى ما نطلبه كعرب عنده تبرير عنده أعزين حاجة أقوى من كده بس الظروف لا تساعد إنما هو أثبت إن فيه اتجاه دولي لتأييد الأضياء السلسانية فتح الباب مع إنه غير ملزم طيب هو القرار فتح الباب وما حدث يوم 7 أكتوبر فتح الباب في الأصل وما يحدث من فظائع من جانب إسرائيل يفتح الباب أكثر رغم أن الضحايا وطبعا قلوبنا تدمي على هؤلاء الضحايا ولكن هل دي بارقة الأمل في القضية أنا أعتقد أنها بارقة أمل لسبب لأن إسرائيل لو تمادت في ذلك عندها يبقى عندها كلفة سياسية وكلفة اقتصادية وكلفة جنائية يبقى عندها 3 حاجات كلفة سياسية علاقتها تهتزي بدول كتير جدا ما فيش تطبيع ممكن تفتح الباب لدول تانية تخش في الحوار تخش في المشاكل في المنطقة كلفة اقتصادية إسرائيل لا زي دول تانية زي ما يعني ممكن إيران تحرك وكلاءها يعني زي حزب الله مثلا على سبيل المساب أنا شفت لقطة كده على تويتر لصورة وآية قرآنية والسيد حسن نصر الله عدى كده ما فهمتش حسن نصر الله لم يتكلم منذ بداية الحرب حتى شفتوا النهاردة عدى يعني الفيديو كده غريب عدى وهو بيمارس هما اليوم حسابات برده لا هو بيمارس هما اليوم حسابات دقيقة عايز يقول له بحاجة هذا المحور الإيراني يعني ليه حسابات الحقيقة دقيقة للغاية ويعني أنا من الناس اللي استبعد إلى حد ما إنهم من الممكن إنهم يدخلوا ويخساروا علاقتهم بالغرب وكذا بإنه يدخل مع التصريح الأمريكي شديد اللهجة بإن لو حصل تحرك من هذا المحور فنحن الذين سنتعامل معه وسنرد يعني ده كان محدد أمريكي من بداية الهزمة اللي جيت على إثره حاملة الطائرات واللي جي على إثره الجنود اللي موجودين والقطع البحرية والعسكرية اللي هيا إسرائيل مش محتاجاها أصلا فهما جايين لآخرات أخرى جايين لآخرين رسالة رابط وليهم ولم يخفوا ذلك يعني هما قالوا لو أطراف أخرى وكانوا يشيروا زي ما معالي السفير بيشير لو أطراف أخرى يعني دخلت إحنا جاهزين للتعامل أطراف أخرى أي إيران ولا أطراف أخرى أي وكلاء إيران بس هو بيمرس سياسة ذكية جدا يعني هو مش مدي أي يقين لإسرائيل إنه هيدخل ولمش هيدخل صح دي الوقت وفين عسكرهم ألقانين دول الوقت عامل عملية تشويش على تركيز الجيش الإسرائيلي يعني واخدين منهم ثلاث فرق حطينهم في الشمال ده صح فعملين لهم تشويش وفرغ المستوطنات اللي في الشمال كلها من السكان واخدهم كلاجئين إسرائيليين جوه إسرائيل آه يعني مفرغ كل تنه وخمسين ألف آه يعني إيه لاجئين إسرائيليين جوه إسرائيل نازحين نازحين إسرائيليين إسرائيليين يعني بيسحبوهم من الشمال ينزلوهم في فنادق وحاجات في الجنوب عشان يبعدوهم يبعدوهم واخدين ناس في الجنوب ومدينهم في الوصف ده صح العدد بيتين وخمسين وعدد ده مكلف جدا لأن إسرائيل بتدفع ستلاف شكل لكل راجل وتلتاف شكل لكل طفل وبتعايشه وتأكله مجانا كم دولة كل الشكل دلوقتي بقى بقى كل دولار باربعة حسب الأرقام دلوقتي يعني آلف وخمسمائة دولار للرجل و وحوالي سمائة خمسين لطفل فده تكلفة عالية وتكلفة أكل وخرب في اليوم في الشهر في الشهر بعدها بتكلف بس برضو حاجة تانية هو بيتحرك تحركات كلها تحت سقف الحرب ممكن تعالى وممكن تنزل فهو بيمارس سياسة زكاية جدا وسايب نائب بتاعه اللي هو نعيم آسم ده هو اللي بتحرك يطلع بتصرحاته أنا لو طوفان الأقصى يتحول لطوفان الأمة لو حصل أي تمادي من إسرائيل إحنا منتظرين لو العمليات تمادت شوية ممكن يتدخل ولا لأ هو بيلعب لعبة بنعب جيم كويس حوار دسم جدا فعشان خاطر تلتقطه وأنا كمان ألتقط أنفاسي هنروح لفاصل ونرجع ونستكمل هذا الحوار الحقيقي بالنسبة لنا مليء بالمفاجآت مليء بالمعلومات وأعتقد أن الجزء القادم لو فضلتم معنا يكون فيه معلومات أكتر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبرحب بضيفي الكريمين وأنا استمر في هذا الحوار الدسم المليء بالمعلومات اتصالين النهاردة بين الرئيس الأمريكي ورئيس الوزراء الإسرائيلي من ناحية والرئيس الأمريكي والرئيس عبد الفتاح السيسي من ناحية الفحوة بتاعتهم بتقول إيه أنا أظن أن التقديرات الأمريكية اللي تقدمت لجو بايدن ربما خلال التمانية واربعين ساعة الماضية بأن الأمر لن يستقيم على هذه الصورة وأن في بعض من المعضلات بدأت تبرز في المشهد تحتاج إلى تفكيك الفورين بوليسي أول من أمس أو يوم الخميس تحديدا صباحا طلعت مقال مهم للغاية عنوانه الحرب ما بين إسرائيل وحماس لن تحلها سواء قاهرة وحضرتك والسادة المشاهدين يعرفوا الفورين بوليسي هي المجلة الأرقى والأكثر دقة وموضوعية وموجودة على مكاتب كل صناع القرار في الولايات المتحدة الأمريكية فور صدره ليه بزع من أن قدام بايدن خلال 48 ساعة تقرير من هذا النوع لأن الحقيقة بايدن النهاردة بهذين الاتصالين وأنا هقرأ نص البيان البيت الأبيض اللي قال مش هتكلم على البيان المصري حتى بيان الرئاسة المصرية لا هتكلم على البيت الأبيض اتصالين من هذا النوع أولا متتاليين وراء بعض واضح أن في رؤية أمريكية ما كان من المهم أن تنقل إلى أهم شخصيتين يقتراهم الولايات المتحدة الأمريكية الآن أن عندهم حلول عندهم حلول والولايات المتحدة عايزة تتكلم معهم من أجل تفكيك هذا المشهر لكل منهم حديث مختلف ده البيانة هو قدامنا بالانجليزي اللي خارج من البيت الأبيض والدكتور خارج هيقوله لنا بالعربي البيت الأبيض بيقول يتحدث الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي للتعبير عن تقديره لدور مصر الرائد في الجهود المبذولة لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى السكان المدنيين في غزة أول إشادة بعد كده كما نقش الزعيمين أهمية حماية أرواح المدنيين واحترام القانون الإنساني الدولي وضمان عدم تهجير الفلسطينيين في غزة إلى مصر أو أي دولة أخرى أعتقد دي من المعضلات التي برزت خلال الثلاثة عشر يومي اللي فاته من عمر الأزو وإحاولة أن البلسطينيين في غزة لا تتحرك إلى إيجبت أو أي دولة أخرى ألفاز وكلمات لا تقبل التأويل كلام واضح وصريح وأطلع بايدن الرئيس السيسي على الجهود التي تبذلها الولايات المتحدة لضمان عدم قيام الجهات الفاعلة الإقليمية بتوسيع دائرة الصراع لكنا نتكلم عليها من دقائق وكذلك على الجهود المستمرة لتأمين إطلاق صراحة الرهائن وأكد الرئيس بايدن والرئيس السيسي التزامهما بالعمل معا لتهيئة الظروف لتحقيق سلام دائم ومستدام في الشرق الأوسط بما في ذلك إقامة دولة فلسطينية أعتقد أن احنا هنا نقدر نقول بارتياح شديد أن احنا أصاد تحول في الموقف الأمريكي ولذلك قلت التحول ده لا يتم إلا عبر تأرير وتقديرات موقف تقدم إلى مكتب الفراجة اللي تكلم عنها سعد سفير بالضبط تقدم إلى الرئيس الولايات المتحدة الأمريكية تخش من مستشار الأمن القومي تيجي من أجهزة الاستخبارات أو المجمع الاستخباراتي الأمريكي تحط حجم التداعيات الكبيرة اللي هذه الأجهزة والمؤسسات شايفاها فتقدمها للرئيس وتقول أن لازم يكون هناك موقف أمريكي مغاير لما كان عليه الوضع في الأسبوع الماضي ربما بلهجة نقدر نقول عليها لهجة متحفزة أو خجولة عندما كان بايدن موجود في إسرائيل وهو بيوجه رسالة شكر لمصر على جهدها على موقفها في الاتصال اللي جرى مبين ومبين الرئيس السيسي لكن لم يتطرق لولا قضية واحدة من القضايا اللي لا تهم مصر ولا تهم مجمل المشهد النهاردة هو يكاد يكون في هذا البيان قال كافة القضايا وصولا إلى أن ضرورة العودة إلى مصار سياسي ينتج أو يوصلنا للدولة الفلسطينية ده كلام أنا بشوف أنه هو جديد وفارق ولهما بعده دون شك على أرض الواقع طيب كلام مهم ولكن قدامي برضو الريدعوت بتاع اتصال بايدن بنتانياهو ما كانش بنفس الشكل يعني أنا عشان هو قدامي بالانجليزي فهلخص الكلام اللي موجود فيه أنه هو بيقول أن إسرائيل لديها الكل الحق والمسئولية أنها تدفع عن مواطنيها من الإرهاب وأكد على الاحتياج إلى أن يتم ذلك بشكل يتوافق مع القانون الإنساني الدولي اللي بيعطي الأولوية لحماية المدنيين والرئيس الأمريكي ورئيس الوزراء تحدثوا حول جهود الإفراج عن الرهائن ويشمل ذلك المواطنين الأمريكيين اللي ما يزالوا غير معروف مكانهم وقد يكونوا محتجزين من قبل حماس والرئيس أكد على الاحتياج أنه هو فورا يتم زيادة المساعدات الإنسانية للمواطنين في غزة واتفق الاتنين على أن هم يفضلوا في حالة مشاورات مستمرة من خلال الفرق الخاصة بيهم رسالة أنا شايفها مختلفة شوية عن الرسالة في مدار مع الرئيس عبد الفتاح السيسي هل ده أسلوب مناورة أمريكي ولا هي كده اللغة الدبلوماسية كده يعني لا هو الولايات المتحدة داعم قوي جدا لإسرائيل وحطها في منزلة معينة وأكبر ممول للمساعدات الإسرائيلية تلافة تنوانية من عشرة مليار كل سنة ووصل حوالي 150 مليار على مدى السنة اللي فاتت النقطة الأساسية أنه حصل تطور في الموقف الأمريكي من إسرائيل في فترة ترامب لما عمل حاجتين عمل صفقة القرن اللي هي أنا بسميها صفقة اللا دولة فلسطينية ومعتقدش أن احنا هنا ركزوا عليها أوي ناس كتير ما فحصتش الصفقة دي وتكلمت عنها وحللتها صفقة لا دولة أنهت الدولة تفكيك حلم الدولة الفلسطينية انتهت الدولة في صفقة القرن والحاجة التانية يطلع بومبيو كان وزيخ خرجها ساعتها وقال المستوطنات شرعية بأن المستوطنات حسب اتفاية جينيفا الرابعة وحسب قائرات مجلس الأمن دي غير شرعية فهو أدهم حاجتين وقال لهم في نفس الوقت أنتوا انتوا انتهيتوا يعني ونقل السفارة طبعا وعمل إجراءات كتيرة جدا واعترب بالأدس يعني أقصد أنتوا قال لهم أنتوا انتوا خسرتوا الجيم قال للفسرين كده أنتوا خسرتوا وعليكم أن تقبلوا ذلك لما جي بايدن قال أنا صهيوني وأنا لما فيش دولة إسرائيل كنت أنشأت دولة إسرائيل فهو موقف أتي ده الجملة دي قالها من سالة 86 آه وعدها تاني وعدها مرة تانية فأنا أعتقد أن الموقف مش متوازن قوي وما زال غير متوازن لغاية دلوقتي لسه الوقت المتحدة لها نوع من السيطرة على الموقف الإسرائيلية هي تدخلت بشكل كبير لفترة دي ليه؟ لأن الهجوم كان غير مسبوك فكانت التدخل كان غير مسبوك هو كمان تدخلت إزاي واحدة؟ شايفين كل هذا القصف والضرب والقتل والوحش لما تدخل حطين خطة العمل وهيخشه إزاي واستستفيده إزاي من خبراتنا في العراق وفي أفغانستان ملا خيب أنا آسف يعني آه ملا تدخل لصالح إسرائيل مفيش جدال تدخل قوي جدا القنابل الموجهة والطائرات والزخيرة إسرائيل كان عندها عجز كبير جدا في عمليات السيفتي بتاع الأفراد وبعتاله في يومين يعني الوقت المتحدة أعتقد داعم قوي جدا لإسرائيل هي بتلعب على حتة الرهين اللي موجودين ورهين أمريكان بس تدخل عملي رد فعلي سلبي في إسرائيل شوان الأمريكان اللي هجبوهم؟ إسرائيل لعبة لعبة كبيرة جدا في موضوع الرهين قالت إن هم جنسيات تانية كل الإسرائيلي جنسيات تانية كل واحد إسرائيلي نحن جنسيتين بيستخدمها في السفر بيستخدم جواه السفر داخل إسرائيل كجنسية تانية بس هم لعبوا اللعبة دي عشان يدخلوا العالم كله في مشكلة الرهين مشكلة الرهين اللي هو أتكلم عنها آآ ليها بعدين كان فيه اتفاق على إن هم هيبدلوا هيدوا ميت واحد مدني للإسرائيليين من المحتجزين وهياخدوا أربعين سيدة محتجزة في السجون الإسرائيلية وميت واحد ميت طفل في حدود 18 سنة يعني 140 مقابل مية لإن السجون الإسرائيلية دلوقتي عددها فيه عندنا خمس تلاف واربعتاشر واحد سجين فلسطيني منهم ألف وموتين معتاق الإداري والمعتاق الإداري ده يعني يعني مسجون بدون محاكمة ولا قضية ولا محامي وضموا عليهم ألف وخمسمية كمان من الضفة الغربية في خلال فترة الحارب دي كمان في عدد ضخمة جدا المقاومة الفلسطينية بحماس قالت إن احنا نعمل معادلة صفر معادلة صفر يعني نهديكم كل عندنا سلمون لكل الناس وسلمون لكل الناس ونخلص القصة دي الإسرائيلين كانوا موافقين مادئيا على المية مقابل المية واربعين بس الحماس قالت كمان نضيف عليهم بقى افتحونا المية وبعطونا وسائل زي نقل أو حاجات تشيل الراكش اللي موجود في غزة الجيوت اللي تكسرت والحاجات دي كلها كلها سوري بس إسرائيل قالت لعب الهدنة يوم واحد فالدنيا فشكلت مرة تانية أنا أعتقد المعادلة الصفرية دي كل أهل الرهائم في إسرائيل موفين عليها كل واحد عايز ابنه ما عمله أزمة لنتنياهو فعلا بالأمس المتحدث باسم كتاب القسام طلع يعني حماس برضو بتلعب جيم مع الجانب الإسرائيلي قبل الاجتماع دوت وكان أخباره معلنة طلع المتحدث باسم حماس قال والله إحنا عندنا استعداد نفرج عن كافة الرهائن اللي موجودين عندنا في مقابل تضييد السجون الإسرائيلي وهذا العرض موجود وقائم وإحنا منتظرين من يفاوضنا بشأنه وعندنا جدية كاملة قالوا فعلا كذا لكن إسرائيل هي من تماطر أيها بالضبط الاجتماع يعني فجروا الاجتماع ما بين نتنياهو وما بين أسر هؤلاء المحتجزين فبدل ما يبقى في حوار سأسمعوه ما لا يرضيه بالضبط وخرج هو قال بيان إن إحنا لا إحنا هنضع ده في اعتبارنا وكذا ردوا عليه هم في بيان كل ده في نفس اليوم مبرح طلعوا ردوا عليه قال إحنا لا نصق في نتنياهو بالمرة واجتماعنا كان فاشل ولم يقدم لنا أي تصور أو أي حلول لهم لهم أسر الضحايا أسر الضحايا بيطلعوا بيان دلوقتي بقالهم أكتر من خمس تيام بيطلعوا بيان تقريبا كل يوم يقولوا إيه المتطلبات أو إيه الكلام ده أنا ربما اختلف مع معالي السفير شوية لأ أنا شايف الولايات المتحدة يمكن حضرتك تحفظت على مكالمة بايدن مع نتنياهو أنا شايف أنا قارنت بس المكالمتين واللغتين اللغتين أنا أتوقع أنه أنا مش هقول أن عمره عمر ما الولايات المتحدة الأمريكية هتعادي إسرائيل بضبط وهي حليف استراتيجي واضح ومعلن بس هي تقدر تقوله ستوب يعني ممكن ما يسمعش الكلام في هذا التوقيت لكن لو تاني أرينا المحادسة مع نتنياهو نلاقي أنه هو الحقيقة يكاد يكون فرغ هذا الدعم من مضمونه وبدأ يتحدث حوالين أضايا برضو رئيسية جوه المشهر من نوعية الرهائم وهي أضايا ملتبسة جدا ومليئة وزي ما شرحها معالي السفير في جنسيات مزدوجة وفي عسكريين وفي مدنيين يعني قضية فيها هاتوخد وفيها حديث طويل أنه يركز مع نتنياهو على المساعدات أيضا وهو طلب مصري وطلب عالمي وطلب عربي هنا إحنا لا إحنا بنتكلم على يعني من الواضح أنه مراسة ضغوط على نتنياهو حوالين تخفيف هذا القدر من التعامل مفيش اللهجة اللي اسمعناها الإسبوع الأول في حق الدفاع الشرعي والألفاظ الفادحة ما زال بيكلم بيقول حق الدفاع إحنا حق المشروع لكذا يعني في منتصف الطريق يعني ذاك عسك أقول أن في مكلمة في المكلمة مع نتنياهو كانت أكثر هدوءا وفي مكلمة مع الرئيس السيسي كانت أكثر وضوحا أكثر صدقا وتعبيرا عن الموقف الأمريكي أثق فيهم؟ أثق في أنه هم براجماتيين بامتياز لو لم يكن يدرك أن الرئيس عبدالفتاح السيسي والدولة المصرية قادرة على صناع التغيير في ملف القضية الفلسطينية وفي هذا المشهد تحديدا لم يكن سيتصل بمصر بيدرسها كويس جدا وما بيكلمش الرئيس السيسي إلا في اللحظات الحاسمة للأزمة وأنه يتكلم على كل الأضايا اللي مصر اتكلمت عنها ويشتبك معاها واللي هي بحجم عدم تهجير الفلسطينيين إلى فلسطيني غزة إلى مصر أو أي دولة أخرى يعني بيعطي لك مطلبك الذي يؤرق الرأي العام المصري والعربي وبيعطي لك ده ده مش يعني ده لا يخرج بالمجان إلا أنه هو إدى وزن حقيقي للرئيس عبد الفتاح السيسي بشخصه كقيادة مصرية وبوزن الدولة المصرية من خلفه ومن ظهره ما تنساش أستاذ أسامة أن الولايات المتحدة الأمريكية بتذاكر كل ما يجري في الدول المعنية هي بالتعامل معها يعني بتذاكر القرارات السياسية اللي طلع من هذه الدولة والحراك السياسي اللي في هذه الدولة واتجاهات رأي العام اللي موجود في الدولة وإعلام هذه الدولة لو لم يكن هذا جميعه على قلب رجل واحد في هذه الأزمة ووصلت رسالتها إلى الولايات المتحدة الأمريكية ده بيخش في تقدير الموقف ويتقال له مصر مصر إيه نعم أتمنى أنه هو يطول لأن الحقيقة أنا مستمتع وفي نفس الوقت باستفيد جدا مما يدور من يمين نتانياهو في الجمعالة عامة الأمم المتحدة من حوالي شهرين أو أقل طلع وجاب الخريطة ورسم الخط اللي في النص اللي بيكلم فيه على المسار بتاع الخط اللي يضرب بيه خط الحرير الصيني ويمر من خلال غزة فده واحدة من الاستفادات اللي تبقى إسرائيل عايزة بأي شكل من الأشكال إنها تخلي هذا القطاع كي تحقق فوائد بالإضافة ليه يمكننا في الفاصل كنت سامح راجب بتتكلم مع الدكتور خالد بتتكلم على الأراضي اللي هناك اللي هم ممكن يحولوها إلى حاجات كثيرة جدا مع وجود مثل هذه القناة الحاجة الثالثة هناك أقوال أن هناك بترول وغاز موجود أو غاز بمعنى أصحة موجود في غزة لا يستطيع الغزاويين استخراجوا ولكن إسرائيل هي اللي ممكن يكون لديها الإمكانات في حالة هدوء الأحوال هل دي كلها أسباب تخليهم بيدفعوا بشدة إنهم ما يتخلصوا من الفلسطينيين هناك؟ أول حاجة دعنا نتفق سيادتك على أن التهدير مخالف لاتفاقية جينيفر الرابعة تمام حتى المستوطنات مستوطنات كمان مخالفة لاتفاقية جينيفر الرابعة في المصوص واضحة يعني فكرة التهجير دي فكرة قديمة جدا من أيام جورج بوش الأب هو قبل كده لما لورا بوش جات زيارة للمصر هنا وزارت القوات بتعدية الجيسيات وهي طب ما نعمل دولة لرهزة وفلسطين في سيناء بعدها ظهرت مجموعة مشروعات جورا آيلاند الفين واربعة في الفين واربعة طلع مشروع لمصر والفين واربعة طلع مشروع للأردن جورا آيلاند ده كان عشان الأمن الخامل الإسرائيلي ما بينهم في الفين وستة يشع بن أريا ده أستاذ جامعة جامعة بار إيلان وكان عنده مشروع حداك التقيته وش كده؟ أنا قابلته يوم كامل في القدس الغربية وقعد يدردش معي عن المشروع إنه هو عايز برضو نفسي فكرة 720 كيلو وما كانش قدامك طفاية تضربه في دماغه بيها وأنا كنت أحب أسمع عشان في الآخر عايز أخد الورق أنا كان يهمني إن أنا أخد الوسائق منه والورق والخرايط اللي كان عاملها وبعد طالي مصر كلها طبعا في ساعتها في الوقت الدول يعني المشروعات دي كانت متدولة ومؤخرا جمع معهد ميز جاف للدراسات الأمنية والاستراتيجية الصهيونية اللي بيرقصه مقير بن شبات اسم مجلس الأمن القوم السابق حاليا كلف حد من عنده اسمه تامر وايتمان حانا بيسموه اتمر وايتمان يعمل مشروع ده نزل مشروع بيتكلم فيه عن إن في شقق فضية في الشيخ زايد في ستة اكتوبر وفي عشر من رمضان وإن الشقق بتكلف صعف الشقق في دولار وإن الشقق تاخد ستة أفراد يبقى هنلم الفلسطين كلهم في الشقق دي واندفع لمصر من خمسة لتمانية مليار دولار تامن الشواء ودول هيمثلوا 2% من 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 أعداد السكان المصر القصة دي عملت مشكلة كبيرة جدا خاصة تزامنت معها تأرير طلع من آآ جالا جملائيل اللي هي وزيرة الاستخبارات الإسرائيلية الحالية وجالا دي لها برضو قبل كده لما كانت وزيرة بيئة طلعت تصريح 2020 في مصر إن الوطن بتاع الفلسطينيين في سيناء وحصل اعترض عليها شديد جدا دلوقتي امطلعت تأريد تاني بتتكلم برضو على إن زي نحولهم وزي نواديهم التأريد كترت تصريحات لبرمان تصريحات يوقف كاش وزي التعليم مجموعة تصريحات تلعت وربعات كلها بتتكلم عن التهجير أولا قصة التهجير مصر وقفت بسبات وبقوة سواء ضد جورا آيلاند أو يشعى بن أريا أيام الرئيس المرحوم حسن المبارك حقيقي كان موقف شديد موقف وطني وفي دلوقتي فيه المواقف المصرية حاسمة ما فيهاش هزار هذا الموضوع لن نقبل أي تدخل أو دخول أو تهجير أو إنشاء دولة فلسطينية في سيناء ولا في غير سيناء جورا ولا في أي مكان طيب الكلام ده ما بيلاقش؟ لا بيلاق طبعا بس هو الحقيقة ما بشوفوش غريب لأنه هو ده مشروع الدولة الإسرائيلية يعني النسخ المعدلة والمحسنة من مشروع الدولة الإسرائيلية الدولة الإسرائيلية قامت على نفس هذا المفهوم يعني عقيدة ثابتة لدى هؤلاء أنا طلعت كتاب اسمها اسمه سيناء أرض المقدس والمحرم فصل كامل خدت فيه مشروع إيجورا آيلند باعتباره هو المشروع الأكثر تكاملة لأنه بالمتر وبالصمت وبالامتيازات وإزاي ينقلوا الفلسطينيين جوه سيناء وكذا وبتكلم على الأردن عايز أقول إن الحسم المصري اللي قاله الرئيس المصري وده كان لي بالغ الدلالة إن يتحدث به الرئيس المصري الرئيس المصري هو اللي يقول وجهة نظر مصر عشان ما حدش علشان يبقى الكلام قاطع آه ما جابش من عالفيز موكيات عشان يبقى الكلام قاطع موقف عقائدي برده زي ما هي عقيدة إسرائيلية بحاولها تخلصوا مع الفلسطينيين في أي مكان وبالمناسبة الأردن معنا في ذات القارب يعني كل اللي بيكلمه بس غزة عشان مشتعلها النهاردة فالمشهد الأضواء متجهة ناحية غزة لكن نفس الموضوع كوبي بست من المدن الفلسطينية اللي في الضفة الغربية إلى الأردن وكي تكون الأردن ما هواش بعيد وما هواش صدفة إن سيموترش الوزير الإسرائيلي وقف في فرنسا في اجتماع عام مزاع وفي مؤتمر بيحضروا أطراف من كل دول العالم وبيعرض خريطة بيتكلم عليها وما فيش أردن وعملت أزمة دبلوماسية كبيرة ما فيش دولة الأردن مملكة الأردنية الهاشمية مش موجودة بيتكلم على إن فلسطين هي الأردن روحوا الأردن كلكوا كده ويبقى دي اسمها فلسطين ده عقيدة المستوطنين ولأنه هو ده وزير استيطان وهم بيصرحوا بدا الموضوع مؤلئ والموضوع عايزنا بس هم الإسرائيليين عندهم طريق أولا الأسلوب اللي هم بيعلنوا بيه عن نفسهم سياسة القدمة قدمة اللي هم دايما بيقولوها والإلحاح والإلحاح اللي هي كنت لسه بالظبط هسميها عمه عندك عسلية اللي هو يقعد يزن يزن زي العيل الزنانية يزن 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 لحد بنقولوه طب يا أخي خلاص عايز إيه خد فاق فاق دي مش لا مصر هتعملها ولا الأردن هتعملوها ودي من القرارات رغم ضغوط لأن لها ارتباط أو بتمس السيادة للدولة المصرية دولة المصرية قعدت سبع سنوات فاستعد وتدخل ثلاث حروب عشان تحرر سينا لغاية آخر شبر وما كان ناقص شبر طب والقنوات اللي شغالة علينا دلوقت النهاردة اللي شغالة علينا ما تفتحوا معبر رفح انت مش عايزين تفتحوا يعني ما دي كلها في نوع من الانواء اتزاز عاطش غير مباشر اتزاز غير مباشر في بعض منه جهل عفوا للكلمة في بعض منه جهل بقواعد جهورة المعابر على فكرة ده الجهل ده يعتبر الكلمة كويسة الاقل اذا قورنت ب باشياء اخرى طبعا طبعا معاك جدا لو انت جاهل بقانونية تشغيل المعابر وتعرف ايه تفاصيل معبر رفح والمعبر من جهة المصرية ايه ومن الجهة الفلسطينية ايه وان مصر مش عايزة تبقى بتعمل موضوع انساني فتتورد في مخالفات قانونية احنا بنجيب من اول جوتيرش بيوصل لغاية المعبر المصري وبيقف لا وبيقف وبيشوفك ان انت بتحترم قواعد القانون الدولي انت بتكلم الطرف الاخر بانه بتلزمه باحترام قواعد القانون الدولي ووسيق جينيف وبكتير جدا جدا من الامور اللي انت عايز تستدعي دعم عالمي ودعم دولي علشان يبقى معاك في نفس الصف فييجي رئيس الفرنسي امانويل ماكرون فيشيد بادارة مصر وقيادة مصر للعالم في مسألة الملف المساعدات الانسانية فغير متصور لدولة بينظر لها الجميع هذه النظرة انها ترتكب مخالفات قانونية في مشهد معقد بهذا النوع بانها تقتحم المعبر وتدخل الحاجات امر مش قانوني على الاطلاق امر مش قانوني ولكن الابتزاز العاطفي من قبل الاشقاء وابناء العروبة اللي بيطلعوا على المستوى الشخصي مش فهمين على المستوى الشخصي يتكلموا مواجهة ده تبقى ازاي احنا عندنا فيه اتفاقية سلام وليها بنود ونصوص كلام بالتهجير والحاجات دي كلها مخالفة للمادة تلاتة بند واحد ألف ومادة تلاتة بند اتنين ومخالفة للمادة اتنين اللي كلها بتتكلم عن صيانة الحدود وصيانة الاراضي بتاعة الدولة التانية وحماية الاراضي وعدم التدخل واتفاقية المعابر اللي معانا فيها الولايات المتحدة الامريكية واسرائيل والسلطة الفلسطينية والاتحاد الاوروبي موكل الاتحاد الاوروبي ما يسمى بالربعية الدولية يعني كل دول مشتركين في اتفاقية دولية اتفاقية بتدير بس ما برضو بيقولك ما دي اتفاقية دولية بس يا سيدي ما فيه كم من الاتفاقيات الدولية بتنتهك قدام عينيك ولا حد بيفتح بقوه علشان انت عايز تستدعي هذه الجهود الدولية في امور ومسارات كتيرة جدا جدا لو انت اللي انتهكت هتوقف كل الحرب دو ويبقى الامر معلق في رقبة الجانب المصري لو كان الامر بهذه البساطة والسهولة كانت الامم المتحدة اولى بان تدخل هي بالانروا وبالامين العام للامم المتحدة ويخشوا هما ويدخلوا الحاجات هما الامر مش بهذه البساطة ومع ذلك تبزل الدولة المصرية جهود بان ما فيش يوم ما دخلش فيه من من اربعين لخمسين شاحن وانبارح كان تلاتة وتلاتين شاحن ضغط في ان هذا المصري يفضل مستمر وبندغط في الزيادة الرئيس السيسي كان قال بوضوح ان معبر رفح لم يغلق في اي يوم من الايام من جانب مصر على الاطلاق طيب هو مغلق من جانب مين المشكلة في الجانب الاسرائيلي في الجانب الاسرائيلي هو الذي لا يسمح لا يسمح بالدخول بدخول السلعة والمساعدات والخروج مصر اعلنت رسمي ان الجانب الاسرائيلي بيعرقل دخول المساعدات لغزة ده اعلان رسمي طالعا بارح لا عملية الدخول دي في حاجتين ما فيه جنسية تالتة عايزة تخش مصر ربطة ادخلك الجنسية التالتة بس ادخل المساعدات دي للناس في مشكلة في مشكلة اتكلم عنها هجوترش كمان على موضوع دخول المساعدات طبعا ان ما فيش وقود ولك لازم نعدل نوعيات السلع والمواد اللي دخلة ان فيه احتياج شديد في غزة فيه اقطة تانية كمان بالنسبة للاتفاقية هو اصلا عشان خاطر يخش كان بيتكلم عن زون يعمل زون امني في غزة كان لازم يرجع اتفاقية مصرية طب ما عادرش يعمل الزون ده من غير ما يحصل تعديل في الاتفاقية المصرية انها يخش لا في جزئية الجزئية بتاعت المنطقة دال احنا عندنا سينة قال بيجيم نعم هو عنده المنطقة دال 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 دي دول اولي الاسرائيلي داخل الارض الاسرائيلي او الفلسطيني الاثنين يعني لازم يعدل فيها اي تحرك عسكري في المنطقة دي مخالف الكفاءة برضو زي ما قلت من شوية كنت اتمنى ان اللقاء يطول اكتر لكن يعني اتمنى اننا نبقى يعني على وعد بلقاء قريب يعني نستنير فيه بعراء حضراتكم بشكركم شكرا جزيلا دكتور خالد عكاشة مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية شكرا لحضرتك شكرا سعادة السفيرة عاطف سيد الاهل سفير مصر السابق لدى اسرائيل وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجين